المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تواصل عملها تمهيدا لإصدار الحكم في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري المتهمون من ميليشيا حزب الله وقد عمدت أوصات هذه الميليشيا إلى رفع درجات الاستفزاز في الداخل اللبناني تزامنا مع سير أعمال المحكمة لافتة رسمية في أحد شوارح الضاحية الجنوبية لبيروت معقل هذه الميليشيات مكتوب عليها شارع مصطفى بدر الدين وهو أبرز المتهمين هذه اللافتة أثارت جدلا واسعا وقد اعتبر أو اعتبر مؤيدو الحريري أن الأمر إهانة واستفزاز لفئة كبيرة من اللبنانيين مصطفى بدر الدين هو العقل المدبر لاغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في الرابع عشر من فبراير عام 2005 قالها الادعاء في مرافعاته الختامية التي قدمها في قاعة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في أدلة وصفها بأنها غير قابلة للشك أما في ضاحية بيروت الجنوبية فالمتهم يصبح بطلا شارع باسم مصطفى بدر الدين القائد العسكري في حزب الله الذي راكم سجلا طويلا من الأعمال العسكرية المشبوهة في لبنان وخارجه طوال عقود أمر أثار جدلا واسعا في البلاد التي تنتظر الحكم النهائي في قضية الحريري مما اعتبر استفزازا لفئة كبيرة من اللبنانيين يأتي هذا القرار في منطقة نعتبرها هي جمهورية حزب الله داخل لبنان الضاحية الجنوبية ولكنها في عموك بيروت أيضا إنه تحدي للعدالة الدولية ما قاله حسن صلى ذات يوم من أن المتهمين لن يصلوا إلى قفص العدالة بعد مئات السنين هو هذا الأمر يترجم هذا القرار نحن نتحداكم من تعتبرون قتله هم بالنسبة لنا أبطال هو أيضا صفعة للبنان طلبت وزارة الداخلية بإزالة اللفتات لخطارها على النظام العام لكن البلدية المعنية بذلك سارعت إلى رفض قرار الداخلية مؤكدة على شرعية وقانونية تسمية الشارع يجب أن تبادر وزارة الداخلية على الأقل إلى القيام بواجباتها فيما يتصل بإزالة ما هو مستفز ومسيء برأيي الهدف محاولة إثارة بلبلة وربما الذهاب إلى فتنة للقول في نهاية الأمر أن هذا الأمر يختلف حوله اللبنانيين وبالتالي يجب أن يحيى جانبا وموضوع قضية اغتيال الحريري وأغتيال الشهداء الآخرين هذا أمر يجب أن ننساه تقترب المحكمة الدولية من إصدار حكمها على المتهمين الفارين من العدالة فيما بدر الدين المتهم بأنه المسؤول الأول عن الاختيال قتل في سوريا في مايو 2016 ليكرسه حزب الله بعد ذلك بطلا بكل المقيس ويحاول حزب الله إنكار التهم الموجهة لقياداته ويمضي في سياسة الإنكار وعدم الاكتراث لما يصدر عن المحكمة من قرارات تسمية شارع باسم أحد المتهمين بقتل رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري وطريقة تعاطي حزب الله مع ملف المحكمة الدولية يثير مخاوف حقيقية من توتر أمني وسياسي في لبنان أمر يعيد إلى الأذهان الانفجار الهائل الذي وقع في هذا الشارع قبل 13 عاما سلمان عندارس كانيوز عربية بيروت ومن بيروت ينضم إلينا الآن رئيس تحرير موقع الجنوبية الإخباري علي الأمين مساء الخير أستاذ علي مرحبا بكنا معنا من جديد في غرفة الأخبار يعني مفهوم المشاعر التي أثارها أو أثرتها هذه اللافتة بين خاصة بين جمهور تيار المستقبل والمناوئين لحزب الله في لبنان لكن السؤال يبقى مطروحا يعني لماذا لم تسارع وزارة الداخلية إلى البت في هذه المسألة علما بأن بلدية لغبيري قدمت طلبا بتسمية هذا الشارع باسم مصطفى بدر الدين قبل عام يعني لا نتحدث عن أنه المسألة متزامنة مع المحكمة الدولية ربما صحيح هذا الكلام ولكن الطلب مقدم قبل عام لماذا لم تبت الداخلية اللبنانية في هذه المسألة بشكل سريع يعني هذا السؤال مطروح بطبيعة الحالو اليوم في جدل حوله وزارة الداخلية أصدرت بيان بأنه أوحت من خلاله بأنه هي عدم الرد على هذه الفكرة كان الهدف منها أنه عدم إثارة بلبلة بمعنى أنها لم توافق لكن تركت الموضوع بإطار أنه لا تريد أن تقول لا نريد أو نمنع بلدية لغبيري باعتبار أنه مثل هذه القضية ربما ستثير بلبلة سياسية هذا رأي وزارة الداخلية أو وزارة الداخلية لكن بكل الأحوال يبقى السؤال مطروحا كما أشرت لماذا وزارة الداخلية لم تقم بما يمليها عليه مسؤوليتها الوطنية بأنه أمامها مثل هذا الطلاب كان يجب أن يقال أنه هذا أمر مرفوض مرفوض للأسباب المتصلة بأنه هذا أمر يثير فتنة وبالتالي غير مسموح أن تقوم بلدية بمثل هذا الإجراء مستهترة بمشاعر الكثير من اللبنانيين لم نقل معظم اللبناني وخاصة في منطقة بيروت أصلا هناك سؤال آخر أنه لماذا الإصرار على تسمية شارع باسم مصطفى ببدر الدين في طريق متصل ببيروت بمعنى أنه ليس في قلب الضاحية إنما أطراف بريوت على حدود بيروت فضلا أنه لماذا ليس في البقاء في الجنوب إنه فيه أماكن عدة لكن هناك تقصد يعني بالاستفزاز وبأنه تسمية هذا الشارع فيها نوع من الاستعلاء ولا مبالاة هذا بالحد الأدنى إن لم نذهب إلى القول إنه فيه رغبي بإثارة قلاقل من وراء هذا الموضوع لأنه الكل يعرف بأنه تسمية هكذا الشارع ستثير ردة فعل طبيعية يعني زعيم بيروت اغتيل وهذا الشخص متهم باغتياله حتى الآن ويوضع في شارع محاذي لمدينة بيروت يعني يسمى شارع باسمه هل من عاقل يتصور أنه مثل هذه الخطوة لا تثير ضغينة ولا تثير استفزازا وربما تثير يعني تؤدي إلى أمور يعني لا يريدها أحد يعني بمعنى لردود في فعل ما تؤدي إلى ولذلك الذي أخذ هذا القرار برأيي لا يتحمل أو لا يتسم على الأقل بشعور بالحد الأدنى من المسئولية الوطنية تجاه وضع لبناني الكل يعرف أنه وضع ليس يعني كما يعني في أحسن أحواله إنما الأمور في أوضاع يعني كل يوم هناك قلق من أن يحصل تطور ما أمني أو سياسي وتحصل تداعيات بالبلد هذه الخطوة مشكوك يعني أو بمعنى هناك يعني في ريبة تجاه الذي اتخذها وماذا يقصد من ورائها عبر الرئيس الحريري اليوم بأنه يعني هذا هو أصل الفتنة بمعنى أنه تسميت هذا الشارع هذه نقطة مهمة أستاذ علي في تقصد لإفتعال المشكلة نعم للمفارقة أيضا أنه يعني هذا الشارع يؤدي إلى مستشفى حكومي يحمل اسم مستشفى رفيق الحريري يعني هذه أيضا مفارقة الحريري أيضا نعم يعني ليست وهو أيضا قريب من السفارة الكويتية تماما التي متهم نفس الشخص بأنه حاول اغتيال أميرها في العام 1985 بالتفجيرات الكويت واعتقل مصطفى بدردين في الكويت لمدة ست سنوات وخرج بعد احتلال الكويت وبالتالي يعني هناك تساؤلات حول هذا الموضوع مشروع حول الغاية من وراء هذه الخطوة طيب الآن البلدية بلدية لغبيري تقول أن القرار قرار تسمية الشارع هو قرار قانوني وسليم وشرعي وأنه القرار أصبح مصدقا بعد مرور عام على تبليغ وزارة الداخلية بدون أن تتلقى أي جواب الآن إلى أين تذهب المسألة يعني من الذي سيبت فيها في نهاية المطار يعني بنهاية الأمر كما تعلم ويعلم الكثير من المشاهدين إذا لم يوافق حزب الله على إزالتها فيستطيع حماية هذه اليافطة واللافتة ويستطيع أن يمنع أي طرف من المس بها. هذا أمر يعني واقع الحال اللبناني لا أعتقد أن وزارة الداخلية يعني يمكن أن تذهب إلى أن تزيل هذه أو تقوم بلافتة أو تقوم بمواجهة مع مع حزب الله لأنه برأيي هذا الموضوع بيد حزب الله بلدية الغبيري كما تعلم هي بلدية رئيسها يعني من حزب الله والمجلس البلدي معظمه من حزب الله وهو نتيجة تحالف حركة أمل وحزب الله وبالتالي ليس يعني بالمعنى العملي هو جهة مستقلة هو جهة يأتمر بخاصة في هذه النقطة يأتمر من حزب الله بالتالي هناك مواقف سياسية صدرت وهناك استنكارات لهذا الأمر لكن هل يستجيب حزب الله هل تقوم وزارة الداخلية بخطوات يعني إجرائية بأن تزيل هذه اللافتة على رغم أن بلدية الغبيري تقول هذا أمر قانوني وهذا فيه وجهة نظر لكن الأمر يتجاوز البعد القانوني يعني هناك اعتبارات أهم إذا افترضنا أن هذا قانوني مثلا وسلمنا جدلا أنه قانوني لكن هذا فيه تهديد للسلم الأهلي وفيه إساءة لشزء كبير من اللبنانيين اللافت أيضا أستاذ علي أن هذه الخطوة تأتي هذه الاعتبارات لا يمكن النظر أنه قانوني وغير قانوني نعم اليوم سيد سعد الحريري وصفها بأن هذه هي الفتنة بعينها أو بحد ذاتها كما قال اللافت أيضا أن هذه الخطوة تأتي بعد الخطاب الذي اعتبره البعض خطاب تصالحي للسيد الحريري فيما يتعلق بالمحكمة الخاصة بلبنان وكيف قال أنه يريد تأمين لبنان وحماية لبنان وكل هذه الأمور وليس هناك يعني دوافع انتقامية أو عقلية انتقامية يعني كان خطابا حتى بمقياس حزب الله خطابا معتدلا تسويا تصالحيا الآن تأتي هذه الخطوة لتقول السيد الحريري وكأنه كلامه لا معنى له ونحن سنقوم بما نريد أن نقوم به يعني ذكرتني هكذا بمثل يرضى القتيل وليس يرضى القاتل يعني الرئيس الحريري انتقد من جمهوره على ما سموه مسالمته في التعاطي مع هذا الموضوع والبعض اتهمه بأنه يتنازل عن حق ليس له هذا حق وطني وما إلى ذلك وأكد بطبيعة الحال الرئيس الحريري على أنه يريد المحافظة على السلم الأهلي وكانت هذه نوع من الرسالة الإيجابية تجاه حزب الله أنا أعتقد أنه ربما حتى هذه المسالمة للرئيس الحريري في التعاطي مع قضية تخص شهيد لبنان رئيس حكومة سابق ووالده تعاطى بهذه المسئولية العالية كان يفترض على الأقل أن حزب الله يقابل هذه الخطوة بالتحية بأحسن منها لكن الملفت أن يقوم بهذه الخطوة الاستفزازية فما معنى ذلك؟ أن الرجل الرئيس الحريري أبدأ حرصه الشديد على أنه حماية السلم الأهلي العيش المشترك أنه سيتعامل لا يريد أن يتعامل عاطفيا وأنه يفهم الوضع السياسي في لبنان وهذه أكثر من ذلك ماذا يمكن أن يفعل الرئيس الحريري في توجيه رسائل إيجابية لحزب الله لكن حتى هذا المستوى وهذه المسئولية قوبلت بأنه أن يرفع اسم المتهم بقتل والده وقتل رئيس حكومة لبنان يعني أمام مستشفى الرئيس الشهيد رفيق الحريري وبالتالي هذا يعكس رغبة في الاستفزاز الاستعلاء الذهاب ربما إلى افتعال مشكلة أمنية كل ذلك وارد برأيي طيب يعني هو طبعا أستاذ علي كما تعلم ليس فقط متهم ربما نضح أن الرئيس الحريري كان مسالما في رده نعم مصطفى بدر الدين ليس فقط متهم بحسب الادعاء في المحكمة الخاصة وأنه هو العقل المدبر وراء العملية كلها طبعا هذا اتهام وجه الادعاء على كل حال في الوقت المتبقي البعض يرى أنه ربما يستطيع اللعب دور هنا السيد نبيه بري رئيس مجلس النواب أولا هذه المنطقة تابعة أيضا لكثير من أنصاره ومن مؤيديه موجودين في منطقة لغبيري إذا أنا مش غلطان نتحدث عن المنطقة من الرمل البيضى للأزاعي هذه المنطقة تقريبا هي المنطقة التي تسمى بلدية الإغبيري هل يمكن للسيد نبيه بري يعني لها حضور فاعل هل يمكن للسيد نبيه بري أن يلعب دور هنا يعني مفترض علما أنه كما أشرت في البداية مفترض يعني بالحد الأدنى لأنه كما قلت أنه هذا الأمر فيه استفزاز عالي يعني وغير منطقي وغير على الأقل ربما الرئيس نبيه بري يمكن أن يلعب دور في هذا الاتجاه وخاصة يجب أن نشير إلى أنه حتى بلدية الإغبيري كما قلت لك حركة أمل مشاركة في بلدية الإغبيري وبالتالي هناك سؤال مطروح حتى على حركة أمل وكيف تم القبول بمثل هذا الاقتراح بهذا الشكل بكل الأحوال أنا أعتقد أنه لا شك أنه رئيس بري على الأقل نتيجة العلاقة الإيجابية مع الرئيس الحرير ونتيجة علاقته التاريخية مع الرئيس الشهيد رفيق الحرير إلى جانب كونه حليفا لحزب الله وبالتالي يحاول دائما أن يوحي بأنه يلعب دورا وسطا لابد ربما أن يكون هذا الأمر محل اهتمامه اليوم هل يعني يصل الأمر إلى أنه يعني يلمس إمكاني لإلغاء أو لإزالة هذه اليافة بطريقة بدون افتعال مشكلة نتمنى ذلك إلا إذا بدأ أن حزب الله يعني حاسما في أمره في هذا الاتجاه وبالتالي هو يستطيع يعني أن يجعل الرئيس بري يجلس جانبا لكن على الأقل تبقى المراهنة على أن يقوم الرئيس بري بخطوة ما في هذا الاتجاه تفاديا لتداعيات مثل هذه الخطوة لأنه الكل يعلم أن سيكون لها تداعيات إن لم يكن مباشرة من أنصار التيار المستقبل إلا أن أطرافا ثالثة يمكن أن تدخل على الخط وتحدث نوع من البلبلة والفتنة والمناخ قابل لأن يحصل مثل هكذا المشكلة أستاذ علي أن الآن البعض يقول الوقت متأخر إذا بقيت اللافتة ستثير تداعيات سيكون لها تداعيات وإذا أزيلت سيكون لها تداعيات كان من الأفضل أن لا توضع أصلا وربما كانت المسألة أسهل وقتها ولكن الآن فات الأوان على ذلك على كل حال سننتظر لنرى تطورات هذا الموضوع يبقى إزالتها أقل كلفة شكرا جزيلا لك الأستاذ علي الأمين رئيس تحرير موقع أجنوبية الإخباري كان مانا من بيروت